اشتركوا في القناة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والدور البارز من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه مع سعادة السيد فانيا اودوفيتش يتش وزير الشباب والرياضة في جمهورية صربي الصديقة بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصربية وشهد سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها الرياضية والشبابية والمبنية على قواعد متين من الترابط مبينا سموه أن مملكة البحرين وجمهورية الصربية تربطهما علاقة مميزة في الجانبين الحيويين الشبابي والرياضي عطفا على الاجتماعات المتواصلة بين الجانبين وأخرها اجتماع سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة مع السيد فانيا أودوبيتش فياتش وأشار سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن العديد من المبادرات المشتركة بين البلدين الصديقين سيتم إطلاقها خلال الفترة القادمة من خلال تأطير أواصر العمل الشبابي والرياضي مما يسهم في جني ثمار هذا التعاون الوثيق وتطبيقه على أرض الواقع مبين سموه أن مملكة البحرين وجمهورية الصربية ركائز أساسية في الجانبين الشبابي والرياضي سيحقق كامل الاستفادة للبلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في هذين المجالين من جانبه رحب السيد فانيا أودوبيتشيج وزير الشبابي والرياضة في جمهورية الصربية بالزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى جمهورية الصربية مشيدا بالعلاقة المتينة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الصربية وانعكاس الجانبين الشبابي والرياضي على هذه العلاقة القوية في ظل الجهود البارزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووضح السيد فانيا أوديفشيتش أن مملكة البحرين تشهد نهضة رياضية وشبابية شاملة حققت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية وهو ما سيحقق استفادة كبيرة من خلال تبادل الخبرات والتجارب ومختلف المجالات بين البلدين الصديقين